موسيقى أسعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة ثماني واحد القمر اليوم رح يتنقل في أكثر من منزله يعني الآن في موعد بث الحلقة القمر موجود في منزلة الإكليل رح يظل موجود فيها لغاية الساعة ثمانية وعشرين دقيقة مساء من مساء الليلة وهي لألة الخميس وهي منزلة جيدة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد بعد منتصف الليل القمر رح ينتقل وصير في منزلة القلب وهي قلب العقرب وهي للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة رح يمكث فيها حتى تمام الساعة التسعة وأربعة وخمسين دقيقة مساء من مساء يوم الجمعة لا ينتقل بعدها لمنزلة الشولة وهي منزلة للظفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط يعني أغلب اليوم بالنهار رح يكون هو في منزلة القلب وهي منزلة جيدة طبعا بالنسبة للقمر موجود بالعقرب وبهاي الفترة تأثيره رح يكون على جميع الأبراج في هاي الفترة منكون أكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحب بشدة يا منكره بشدة نشعر بانتقاد الغير وحدته وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب أن نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لأنه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي أو إحباط بوسعنا شراء بوليس التأمين وقراءة رواية بوليسية مثيرة ومشاهدة فيلم مغامرات واتخاذ قرار حاسم أو مثلا شراء بيت طبعا في عنا أحداث اليوم اللي هو حدثين تحدثنا عنهم فيديوهات سابقة رح أحط لكم الروابط الرابط الأول اللي الآن ظهر هو رابط كوكب عطارد اللي هو اللي بده ينتقل من الجدي لبرج الدلو الساعة 11.59 دقيقة صباحا رح يمكث في حركة أمامية حتى مساء يوم 31 لها يبدأ بعدها في عملية التراجع في نفس البرج طبعا اللي ذكرناها وشو تأثيراته على جميع الأبراج وإيش الإيجابيات والسلبيات وإيش تحذروا منه زوايا اللي رح يشكلها يعني شرح كافي ووافي في الرابط اللي ظهر أمامكم أما بالنسبة للانتقال الثاني وهو انتقال كوكب الزهرة كوكب الزهرة بده ينتقل من القوس للجدي وهي ظهر الرابط الآن في أعلى الصفحة على اليسار للي بيحب أنه يشوف تأثيرات هذا كوكب السعد الأصغر اللي تأثيراته بتكون إيجابية ودائما بعطي حضوض قوية جدا للموليد فأنا ذكرته وذكرت إيجابياته لجميع الأبراج وإيش التأثيرات الإيجابية وإيش الفترة القادمة اللي رح تستمر معك لغاية تاريخ واحد اثنين إيش كل الإيجابيات اللي ممكن تستغلوها وتكون لمصلحتكم بالنسبة للزوايا الفلكية في عنا ثلاث زوايا فلكية أول زاوية رح تكون زاوية تزديس إيجابية بين القمر والشمس وهي رح تكون في تمام الساعة الرابعة وعشر دقائق مساء منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر ونبتون برضو زاوية إيجابية رح تكون في تمام الساعة الرابعة وثلاث عشر دقيقة مساء بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليه فإن أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة كمجالات الفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية الأخيرة هي زاوية بطيئة هي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة الرابعة واثنين وخمسين دقيقة مساء بتعزز الخيال الخصب في المجال الفني والابتكار وبتزيد عند الأشخاص قوة الحدث فعشان هيك الفترة هاي بتكون إيجابية وقوية في المجالات اللي إحنا ذكرناها بما أن القمر موجود بالعقرب فخلو المسار القادم رح يكون يوم السبت تسعة واحد بيبدأ في تمام الساعة وحدة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 11 و14 دقيقة قبل الظهر لا ينتقل برج القوس عمر القمر طبعا اليوم انحصار الهلال عند منتصف الليل بيصير نسبة إضاءته 25% بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 19-1 مزاجها سعيد بنسبة 45% القمر في العقرب حتى يوم 9-1 مزاجه سعيد بنسبة 30% عطارد في الجدي وبدي انتقل للدلو زي ما حكينا لا يوم 31 بعدين بيبدأ عملية التراجع طبعا اليوم هو منتحس بنسبة 40% الزهرة في القوس بدي انتقل الجدي ليوم 1-2 مزاجه سعيد بنسبة 70% المريخ في الثور حتى يوم 4-3 منتحس بنسبة 75% اما بالنسبة للمشتري في الدلو حتى يوم 13-5 منتحس بنسبة 50% هذا اليوم زحل في الدلو حتى يوم 23-5 منتحس بنسبة 10% اورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 14-1 وهو منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 25-6 منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 27-4 برضو يعني بيجي سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل ثم فرصة لمكسب مالي مصدر شراكة أو تعويض صحتكم أو صحت قريب إلكم بحاجة للرعاية عالج الأمور بموضوعية وتجرد وكون حريص على تلطيف الأجواء استشر وتأكد من المعطيات قبل التوقيع على عقد أو على مشروع برج الثور بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم حافظ على هدوء أعصابك ونبرد صوتك ولا تعرض لقاءك للفشل ممكن تسبب لك هاي الفترة نوع من أنواع الحزن أو تشعر بالظلم أو القهر من مسألة ما أهمش أنك ماتيئس وكون صبور لعلك تحقق إنجاز برج الجوزاء أنجزوا ما بوسعكم من هالعمل المتراكم نظموا جدول غذائكم واخدوا قصد كافي من الراحة لا تسمح لأحد بالتشكيك بقدراتك ناقش واستفسر عن التفاصيل استشير الخبراء ولا تتشبث برأيك واستمع لأراء الآخرين بغدوء وروية لا تتسرع في قراراتك ممكن تنشغل بملف أو بمعاملة برج السرطان تجتازوا يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا ممكن تنجح في مفاوضات وتحقق أعمالك تقدم واضح خصص وقت لعائلتك أنت مشحون بالحيوية والحماس لمتابعة مسائل وبرضو لأمور العلاقة للتواصل مع المحيط برج الأسد بتنهمكوا في إدخال تعديل على مسكنكم منكم ممكن يغير سكنه أو يميل أفراد العائلة إلى مد اليد العون إلوه ممكن تدخل فترة فيها نوع من أنواع المواجهات مع الحبيب أو أفراد العائلة الفترة متوترة جدا تضطر للاهتمام بأحد أفراد العائلة أو بعطل منزلي لا تهمل صحتك برج العدراء ابتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات فترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع أخ أو جار هاي فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بالرؤية والحكمة والموضوعية بدعوك للتكلم والتعبير عن عواطفك وتوضيح أفكارك منكم ممكن يطلق حملة ترويجية أو يسمع خبر سار برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي هاي الفترة حافلة بالأعمال والمسؤوليات أهم إش أنك تتفائل بالخير وتنطلق اسعى للوفاق والحلول الوسط ولطف الأجواء وحسن علاقاتك انشغلات على الصعيد المالي بيكون خلال هذا اليوم برج العقرب أنتم نشطون وحيويون وينجذب إليكم أفراد الجنس الآخر بدروا لخطوة جديدة من شأنها أنها تدعم مركزكم الاجتماعي بدور الأحداث بسرعة كبيرة مع وجود القمر في برجك وبتستعيد كامل حيويتك وبتتلقى جواب تنتظره ممكن تفرح لخبر أو لإنجاز معاملة بتنطلق بمهمة طال انتظارها الجديد بيدخل حياتك وهاي من أكثر أيام الشهر حض برج القوس ابتجتازوا بصورة عامة يوم غير مريح صحيا ونفسيا ورغم عدم وجود أي مخاطر انجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري واخلدوا للراحة حاذر من بعض المحتالين وبعض خيبات الأمل الحضوض قليلة بهاي الفترة أهمي شنك متجازف وبنتظرك تأخير أو فوضى ومن المستحسن عدم الارتباط بموعيد مهمة برج الجدي ابتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمنية بمساعدة صديق لا تعمل وحيد بل شارك وساعد وتعاون مع الغير لتحقيق النجاح المطلوب ابتفرح بوجود أحد الأصحاب وبترفع عن نفسك في لقاء ودي غير منتظر برج الدلو يوم مناسب للي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تحسين عليه واللي بيعمل بينجح بإثبات جدارته ونيرضى المسؤولين منكم ممكن يهتم بصحة أحد الوالدين وما تنجر وراء التسرع والانفعال بل كن هادئ بكون القمر أو بشكل القمر نوع من أنواع التحدي في لحظة معينة ممكن تبدو غاضب أو عدائي حاذر من الخلافات بأنه اليوم ممكن يكون لك نوع من أنواع التكريم وتحصل على فرصة مهمة برج الحوت بيصلكم خبر تصار من بعيد وبتشعروا بقوة العاطفي مع أحبائكم يوم مناسب لإجراء مقابلة ممكن تسافر في رحلة أو تفرح لإنفراج وتسوية مهمة بتهتم بهواية جديدة وبتكون حيوي ومتحمس لمتابعة المساعي وكذلك القدرة على التواصل مع المحيط هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا